موسيقى منظمة تحرير الفلسطينية تضع آليات لإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل عقب هدم عشرات الشقق السكنية في القدس المحتلة موسيقى للمرة السادسة والأربعين بعد المئة السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب وتشرد قاطميها موسيقى ومدينة الناصرة تستعيد عفيتها السياحية في هذا العام وسط إقبال من مختلف أنحاء العالم موسيقى في عقاب هدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مئة شقة سكنية في منطقة واد الحمص في بلدة صورباهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عرقات إن القيادة الفلسطينية قررت وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل قرر الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أولا القيادة الفلسطينية تضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات بيننا وبين الجانب الإسرائيلي ويقول الرئيس محمود عباس نحن أمام خطوات غير مسبوقة وخاصة أن سلطة الاحتلال الإسرائيل تنكرت لكل الاتفاقات المواقع ونحمل الحكومة الإسرائيلية سلطة الاحتلال مسؤولية كاملة عن نتائج وتبعات هذه الجرائم مرتكبة وأعلن عرقات بأن لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت وقف التعامل بشكل كامل مع جهاز القضاء والمحاكم الإسرائيلية في أعقاب قراراتها المجحفة تعلن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس عن وقف التعامل مع جهاز محاكم الاحتلال الإسرائيلية باعتبارها أداء رئيسة لتنفيذ سياسات الاحتلال وترسيخه وكلفت أمانة السر أمانة سر لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على متابعة قانونية في المحاكم الوطنية الفلسطينية للمتضررين من سياسات ومورسات العنصرية وغير القانونية ووضعها أمام القضاء الفلسطيني نحن سنتابع هذا الملف وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت مباني فلسطينية في منطقة وادي الحمص في بلدة صورباهر في القدس المحتلة عقب اقتحامها برفقة عدد كبير من الجرافات وإخلائها بالقوة بعد رفض قاطميها المغادرة دون إخراج حاجياتهم الشخصية هذا واعتدت قوات الاحتلال على سكان وادي الحمص بالضرب المبرح والغاز المسيل للدموع وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط ما أسفر عن إصابة عدد منهم هدمت أليات وجرافات السلطات الإسرائيلية مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب جنوبي البلاد عقب اقتحامها وتشريد سكانها للمرة السادسة والأربعين بعد المئة على التوالي وقال عدد من أهالي العراقيب إن الشرطة اقتحمت القرية بقوات معززة وقامت بحماية الجرافات والأليات التي هدمت المساكن والخيام كما قامت الشرطة الإسرائيلية ووحدة يوآف الشرطية بملاحقة الأهالي المتواجدين في المنطقة واعتبر أهالي قرية العراقيب ملاحقتهم والهدم المتكررة لمساكنهم ممارسة انتقامية لتهجيرهم من أرضهم بهدف إقامة محمية جديدة تابعة لما يسمى بدائرة أراضي إسرائيل على أرضهم أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة أييل تشاكيد أنها ستترأس حزب اليمين الجديد في الانتخابات المقبلة في مؤتمر صحفي عقدته مع المرشح الثاني عن قائمة الحزب والرئيس السابق له نفتالي بنت الذي دعا بدوره جميع الأحزاب اليمينية إلى الانضمام لكتلة موحدة برئاسة شاكيد ورجح التقارير إعلامية إسرائيلية أن يضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على رئيس البيت اليهودي والمرشح الأول في قائمة اتحاد أحزاب اليمين الحخام رافي بيرتس لكي لا يقبل الأخير بالتنازل عن رئاسة القائمة لوزيرة القضاء السابقة أييل تشاكيد ويسعى كل من شاكيد وبنت إلى خوض الانتخابات مع اتحاد أحزاب اليمين لمنع تكرار نتائج الانتخابات السابقة التي أسفرت عن عدم تجاوزهما نسبة الحصم وسط جهود من قبل نتنياهو لمنع وحدة محتملة خشية انتزاع أصوات من حزب الليكود تحرص جمعية فتيات مقدسيات في مدينة القدس على نشر ثقافة المجتمع الفلسطيني من عادات وتقاليد من خلال بازار يعرض منتجات لأعمال يدوية لنساء فلسطينيات عامة ومقدسيات على وجه الخصوص بغية التأكيد على أهمية دور المرأة ومكانتها بالمجتمع المعرض ندعم الفتيات المقدسيات الرياضيات بعملوا هنا أكسسورات صبون معجنات كل هذه الأشياء عنا بالشهر بنعمل كل شهر عنا بكون هذا المعرض يومين من كل أول شهر بكون فرصة لإلهم أنهم ندعمهم اتصادياً نمكنهم بكون لهم فرصة أنهم يثبتوا حالهم بالمجتمع يظبطوا مدخولهم يثبتوا نفسهم أكتر من المعرض أن نحي طراث فلسطيني نشجع الستات اللي قاعدين في بيوتهم أنهم يكونوا نشطين أنهم يكونوا فعالين يكون لهم أسم في المجتمع وترى المقدسيات بهذه المبادرة فرصة تستطيع من خلالها مساعدة عائلتها فضلاً من إظهار مواهبها التي لا حدود لها نساء فلسطينيات أنه إحنا قادرات أنه إحنا أول إش نساند كل واحدة تساند جوزها فكل واحدة غير أنه بتساعد جوزها بتعمل عمل يدوي اللي بتعمل صبون اللي بتعمل أكل اللي بتعمل فإحنا كلنا نساء ريادات مننتج والحمد لله رب العالمين نقدر نعمل أشياء كثيرة بس إنه إحنا بدنا دعم مش أكتر للحفاظ على العادة وتقاليد المجتمعية الفلسطينية من الاندثار والضياع تعمل مؤسسات اجتماعية على إحيائها بهدف إبقائها بذاكرة كل فلسطيني تشهد مدينة الناصرة ارتفاعاً ملحوظاً بعرض السائحين القادمين إليها حيث سجلت هذا العام نسبة مرتفعة في حجوزات الفنادق وصلت إلى سبعين في المائة من مجمل الساعة السياحية الناصر هي منتج عالمي من ناحية سياحية في صناعة السياحة تعد إحدى المدن التاريخية الدينية اللي قيمتها لا تضاها في أي مكان في العالم يعني ممكن تشوف مدن كبيرة وكتير جميلة في كل العالم ولكن خصوصية الناصرة تاريخها حضرتها القيم الديني البشارة زي الولادة السيد المسيح ومعيشتوا فيها هي أصبحت عملياً اسم كبير في العالم هناك الكثير من تاريخة هنا وكثير من الوقت نتعلم عنها في البيبال الآن نرى المكان في مدينة حيث 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 إنه مبادرات للأهالي في سوق الناصرة القديمة ساهمت في رفع نسبة الإقبال السياحي والتعرف على تاريخ المدينة العريق وطابعها الديني حيث يعتبر جانب السياحة الدينية من أهم العوامل التي تجذب السياحة من كل أنحاء العالم الناصرة طبعاً هي عاصمة السياحة في الوسط العربي في الداخل وبالتالي هناك أمل كبير بأن هذه السياحة سوف تأتي بالفائدة ليس فقط على مستوى السكان في الناصرة وإنما على مستوى المنطقة ولكن الحاجة بهذه المرحلة أن تكون هناك تضافر جهود ما بين الناصرة وبين القرى المجاورة وبين كل الخط السياحي ما بين الناصرة وتبرية إن كان على مستوى القرى الممتدة على هذا الطريق الناصرة التي تشكل شريان حياة للداخل الفلسطيني وتحديداً لفرع السياحة فيه تشهد نهضة سياحية قام عليها الأهالي والمبادرون الذين أصروا على إعادة اسم الناصرة إلى واجهة أماكن السياحة في البلاد سبعة عشر شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب ثمانية وعشرون آخرون في انفجار قنبلة يوم الاثنين خارج فندق قرب المطار الدولي في العاصمة السومالية مقديشو وذلك حزب ما قال مسؤولون طبيون وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم وتسعى الحركة لإسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة وقال محمد يوسف مدير مستشفى المدينة في مقديشو إن المستشفى استقبل سبعة عشر جثات وثمانية وعشرين مصاباً بينهم إثنى عشر في حالة حرجة وقال فرح حسين وهو صاحب متجر شاهد الهجوم إن القنبلة انفجرت عند نقطة التفتيش الأولى على الطريق المؤدي إلى المطار ويعاني السومال الحرب الأهلية منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء الحرب بالدكتاتور محمد سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم البعض ألقت تهران القبض على سبعة عشر جاسوساً يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وصدرت أحكام بالإعدام على بعضهم حسب ما ذكرت وسال إعلام إيرانية يوم الاثنين ولم يرد أي تعليق من المخابرات الأمريكية أو المسؤولين الأمريكيين كانت إيران قد أعلنت في يونيو حزيران أنها فككت شبكة تجسس تديرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لكن لم يتضح ما إذا كانت تلك الأنباء مرتبطة بالقضية نفسها وقال بيان لوزارة الاستغبارات إن الجواسيس اعتقلوا خلال السنة الفارسية التي انتهت في مارس أذار 2019 وذكر البيان أن الجواسيس كانوا يعملون في مراكز حساسة وحيوية في القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية والنووية والعسكرية والفضائل الإلكترونية وقطاع البنية التحتية حيث جمعوا معلومات سرية يأتي الإعلان عن الشبكة المزعومة بعد ثلاثة شهور من مواجهة متصاعدة بين إيران والغرب بدأت في الأول من مايو أيار مع تطبيق عقوبات أمريكية جديدة أشد صرامة وفي الأسبوع الماضي احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بعد أن تحفظت البحرية الملكية البريطانية على ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل منطقة جبل طارق في الرابع من هذا الشهر قالت منظمتا أطباء بلا حدود وإس أو إس ميدي تيراني الخيريتان إنهما ستستأنفان مهام البحث عن المهاجرين وإنقاذهم قبالة ساحل ليبيا وذلك بعد سبعة أشهر من إجبارهما على وقف العمليات وقالت المنظمتان الشركتان في بيان صدر يوم الأحد إن عملهما في البحر كان بهدف إنقاذ الأرواح ونددا بما وصفتاه بالتقاعص الإجرامي للحكومات الأوروبية وأضافتا أن قرار العودة إلى البحر يأتي بعدما قالتا إنها حملة مستمرة منذ عامين من جانب حكومات الاتحاد الأوروبي لوقف كل الأعمال الإنسانية في البحر وتطبيع السياسات الانتقامية التي تسببت في حدوث وفايات في البحر ومعاناة في ليبيا التي مزقتها الصراعات ويعد السحل الغربي لليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا لكن أعداد المهاجرين انخفضت بسبب الجهود التي تقودها إيطاليا لتعطيل شبكات التهريب ودعم خفر السواحل الليبي وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي قالت المنظمتان إنهم اضطرتا إلى إنهاء عملياتهما مع سفينة البحث والإنقاذ أكواريوس بسبب ما وصفته بحملة تشويه من قبل الحكومات الأوروبية وقالت المنظمتان الخيريتان إن سفينتهم الجديدة أوشان فيكينغ ستبحر إلى البحر المتوسط في نهاية يوليو تموز الجاري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر منظمة تحرير الفلسطينية تضع آليات لإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل عقب هدم عشرات الشقق السكنية في القدس المحتلة للمرة سادسة والأربعين بعد المئة السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب وتشرد قاطمها ومدينة الناصرة تستعيد عفيتها السياحية في هذا العام وسط إقبال من مختلف أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة